مساء الخير معكم أهلا أمكي من بوردرلستي في مثل ما عودناكم كل يوم أربعاء نحنا منطلع لايف على مواضيع مختلفين وبالعادة بيكون معنا زين باللايف منحكي عن المواضيع اللي إلها علاقة بالمجال الإعلامي والتصوير والمونتاج بس اليوم نحنا عنا لايف جديد رح نحكي فيه عن مواضيع تانية ومعنا باللايف حسن حسن سألو أهلا يا حسن أهلا فيك يا علاق حسن بعد زمان صحيح احنا من تقريبا شهر طلعنا لايف حلو كتير وكان أول لايف بالنسبة إلك وحكينا فيه عن كونك عضو بالبوردرلستي في واهتماماتك نعم تعيش تشوفوا الرابط بالصفحة حلو كتير واليوم باللايف رح نحكي عن شي مختلف تماما رح نحكي عن التحديات يلي واجهها حسن بحياته لحد اليوم هو ما وصل لهون بالساهل وهذا اللايف كمان بيعني ناس كتير مثله وهلا هو عنا مثال حي لحتى يحكي لنا شوي عن حاله طلعا اوكي قديش كان عمرك يا حسن لما تركت سوريا 16 ونص 16 ونص يعني 16 ونص كنت صغير كتير كتير يعني في ناس أنا مو الوحيدي اللي تغرب يعني بعمر صغير بس اكيد في ناس يعني كان طلعت بنفس عمري واتغربت عادي الشيء عمر طبيعي يعني كان إحنا سوريين بمجتمعنا أو بالوضع اللي صار فينا اي بوضع الحرب هو وضع الحرب كمان جبرناس كتير تغير مكان سكنها إن كان داخل سوريا ولا لبرات سوريا نعم صحيح وقت اللي تركت سوريا بعمرك كان 16 سنة لا وين رحت تركت سوريا أنا صغير بلحظة لازم خلص بدي أطلع من المجتمع بدي روح أعيش لحالي أعتمد على نفسي هذا الشيء كبرني كتير وحملني مسؤوليات أني أعتمد على نفسي كتير والطريق اللي مرينا فيه يعني كلكن تعرفوا تركيا يونان ألمانيا أكيد يعني مو شي جديد علينا نحن بس كواحد كمان بعمر صغير طلع بهيك طرق لحاله كتير فيها مسؤولية عن حياتك ممكن تتعرض لأي شيء كني يعني أنه يوقف لك حياتك خلص انتهى الزمن انتهى انتهى أنت أو انتهى أنا هيك لا إن شاء الله يعني بعيد الشرع عم بطويل إلى كل الكل يعني أكيد بس صعب صعب تحدي كتير صعب بهذا العمر خصوصي أنه فجأة الواحد يصير رجال حامل مسؤولية حاله طبعا هذا كتير شيء في ناس يعني بعمر كبير تمام ما يمكن ما كان ما تقدر شكل هيك مسؤولية بس في ناس من الظروف والحياة اللي شنايه بسوريا كتير حملتنا مسؤوليات ان كان تجاهنا وتجاه أهلنا تماما فلنرجع شوي بالزمن انت وقت اللي كنت عايش بسوريا بغض النظر عن وضع الحرب انت شو كان توجهك شو كان تفكيرك مثل مثل أي شاب بس في نقاط يمكن كانت مختلفة عن الشارع أو المجتمع السوري مثل شو يعني بتفكر بشكل غربي متحضر منفتح شو هو يعني هو التفكير تحضري منفتح بس في ناس من وجهة نظر بعض ناس فكروا انه كتير over بس انه هذا كان بالنسبة اللي عادي هونيك وهون ما تغير عليه شيء يعني انت مثل أي شاب واكب عصرك تماما طبعا حلو كتير يعني كان يجيني أبديت سريع في هل معانا يعني أوكي واضطريت التركسوريا حملت مسؤوليتك ورحت أول شي عن طريق تركيا على اليونان حسب ما حكيت اللي تمام أوكي وباليونان بيوصل الواحد بيصادف مجتمع أوروبي أوروبي لغة غير حياة غير مجتمع غير يعني المجتمع كثير اختلف بس كوضعي أنا ممكن ما اختلف عليه كثير لأنه يعني كان عندي اطلاع على هذا المجتمع قبل ما فوت عليه بس لما فتت انصدمت في اللغة يعني أول فترة باليونان كتير أول ثلاثة شهر كانت كتير صدمة وحالة كتير قاب للمود وصلت اكتئاب اكتئاب حاد بسبب ما كنت أطلع من البيت وما في ناس عارفون ما عندي أصدقاء كانوا حتى يعني حتى جوالي ينكسر على الطريق وخلص انقطعت عن العالم لبعد فترة لما اجي المخلص طبعي أخي الله يذكر بالخير عمر اللي شالني من الضياء وحطني بمكان كان بدي يا أنا ومكان صح اللي هو المجتمع اللي كان هو عانى لو صله وما خلاني عاني أنا أكتر متل ما هو عانى لأنه كتير كان عانى يعني كتير عانى بقى يجى حطني بمكان كتير فادني وكتير غير وطور وزاح كل شيء الهم وهي كله تركته شو هو هاد المكان؟ المكان هادا اللي تعلمت فيه اللغة لغة أجنبية لغة الإنجليزية لغة الإنجليزية بسوريا كان عندك بالمدرسة لغة الإنجليزية كان عندي بس الظروف والمدرسة والحرب والمشاكل اللي صارت بالمنطقة اللي أنا فيها اللي ما يعني شغلتني بشغلات تانية مثل الشغل أو تغيير منطقة للسكن تغيرت مدينتك كذا مرة أكتر مرة هذا اللي شطح كتير يعني بالمعنى الأصح عن الدراسة وتفكير وكمان نتعلم لغة إنجليزية بسوريا بس ما منحكيها ما في ممارسة ممارسة أي فمارس اللغة الإنجليزية باليونة تمام وما أقول على حالي بيرفكت في ناس أحسن مني بس إنه شي كتمشي حالي كنت أفهم عن الناس والناس تفهمني يعني مثلا فوت صيدلية مثلا أو روح على منظمة أو بدي ساعد شخص كنت ساعد حتى اشتغلت لفترة تطوعي مع كتير منظمات وهذا كتير قوة من لغتي ومن المعارف والأصحاب اللي كانوا حواليه تماما اللغة هي المفتاح اللغة مفتاح أي بلد اللغة مفتاح أي بلد تماما حلو كتير وطلعت من فترة الاكتئاب وفتت بالمجتمع الأوروبي اليوناني تماما شو لاحظت في اختلافات بين مجتمعنا بسوريا والمجتمع الأوروبي؟ من أي ناحية؟ الحياة حلو كتير شغلات قريبة ممكن كتير ناس تخضر عاشر شعب اليوناني هو كتير قريب على سوريا فيه يعني فيه الطابع العربي ما كان فيه اختلاف جزي غير اللغة كان لغة جديدة وكناس يعني تعيش معهن وتتجاوب معهن غير انه انت كل يوم الصبحت في تحكي مع أحد عربي تحكي مع شخص تاني من غير عادات من غير التقاليد بس نفس المجتمع يعني اللي دقق فيه يفهم او اللي عاش باليونان اكيد رح يفهم شو عم بحكي انه فيه تقاربات فيه نوعية الحياة وفيه اختلاف بنفس الوقت اللغة الفكر والانفتاحية بشكل عام على حرية التعبير احترام الرأي والرأي الآخر احترام الشخص احترام الإنسان حلو كتير تقدير الشخص المقابلك بأي كان يعني شو ما قدمت بيأدرك تماما حلو كتير وبعد اليونان اجيت على ألمانيا ألمانيا يعني انت علقت فترة باليونان وعشت هنا تقريبا لمدة سنة وثمانته شهر فترة منيحة كتير يعني هاي الفترة كانت لنقول روداج للعيشة بألمانيا نعم هيئتك هيئتني لحد ما وصلت لألمانيا طيب الوقت اللي وصلت على ألمانيا شو صار؟ صار اني رجعت من الصفر أوف هيك كيف يعني؟ رجعت من الصفر لاني عمبلش حياة جديدة تمام مع مجتمع مختلف عن اليونان لغة جديدة يعني في عندك يوناني وإنجليزي وألماني في ثلاث لغات ما كنت متوقع اني رح ادرسها أو روح علي ببين زمان يعني ما رح تستعملها بالحياة اليومية طبعا ممكن انجليزي بما أنه هي لغة عالمية أو عامية بس أنه تخصيص بلغة دولة معينة كانت كتير الأمر بعيدة عن الفكر أو هيك شي لما جيت على ألمانيا هون في مثل في شغلات رجعتني للصفر هي تأخير أو سبب أي كان السبب هو مثل الكورونا أو قعدتي بالكمب هو السبب اللي رجعني خلاني خلى يمسك أو يوقف كل شي بنايته بنفسي باليونان هذا الشي كتير أخرني لأصنع أي شيء أو أي شيء كنتم خطط له أنا باليونان وأسست حالي مشانه وأسست حالك مشانه ومثل ما خبرنا باللايف الماضي هو تعلم التصوير الضوئي باليونان وحابب يكمل كمان بهذا المجال بألمانيا طبعا حاول أقوي أكتر لأنه هون عندهم ما شاء الله عتمي كتير يعني ما في شمس لا بس يعني اللي فهمته أنت أنه أنت حابب تخطي بهذا الاتجاع تكمل تعلمك بالتصوير بدي أتطور من نفس إلى أنه مهما كان ومهما صورت لسه في نقص والعلم كتير عم يتطور بهذا المجال وعم تطلع كتير تقنيات ما نقول على حالي معلم بس في ناس بروفيشنال أكتر مني وكل ما زال يعني مهما وصلت لأي درجة لا تقول أنا اكتفيت كمان أطلب كتير لأنه مهما وصلت لأي حد رح تيطلع شغلات جديدة وروح العلم لسات وشغال يعني نحن بالفينتين وشين في كتير شغلات تطورت وفي كتير شغلات للمستقبل كمان حلو كتير اللي بدي أسألك يا هلا أنه أنه أنت عايش بالكامب وقلت أنه رجعت من الصفر بسبب عيشتك بالكامب وبسبب الأمور البيروقراطية اللي كتير من المشاهدين كمان عم يعيشوها مثلك مثلهم أو عاشوها أصلاً عاشوها من زمان ممكن عاشوها وفي ناس جداد أجوا كمان عم يعيشوها مثلك عم يعيشوها الآن معي يعني تماماً فبيحطوا الواحد بموج معين بمزاج معين هاد الشيء والبؤس كآبة 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 ليش أنا عم بحكي هل حكي لأنه في كتير من ناس يمكن رح تشوف الفيديو ممكن عايشي معي بنفس الكامب صالت سنة أو أكتر عدي إليك أنت بالكامب كتير فترة طويلة كتير يعني بس أنا بفوت داخل سور الكم برجع لحياة شرق أوسطية لأنه في كتير مختلف جنسيات يعني مو بس سورية ما أقول لك حياة سورية بس حياة شرق أوسطية لأنه في أنه تنوع تنوع ثقافات كتيرة هذا اللي أنا يعني هذا اللي رجعني إنه رجعني هيك لوارا إنه أنا رجعت هلا عم ببدي من الصفر لطور وأرتقي بالمستوى اللي بدي يوصل له بك حلمي بدي يطور أكتر لأخرج من المجال وأرجع أدخل كأوروبا من أول لجليل حلو كتير أنت حكيت لي أنه باليونان كان مفتاحك اللغة وبألمانيا رح يكون مفتاحك اللغة بلشت كورس ألماني؟ لا ليش؟ لأنه ضليت طبعا بعثت طلب للمحكمة هون بما أنه نورق لجليل هون وفي كتير قوانين طلعت جديد ينسكن يعرفها لما بعدت الطلب إجاني بعد أربعة شهر رد الموافقة الحمد الله بعد أربعة شهر وأسبوع كورونا إجت يعني رح تسجلت لبلش من راس الشهر توقف كل شيء توقف كل شيء بالحياة كل شيء تسكر ولحد الآن يعني كل أسبوع عم بنزل على المدرسة كل تانين لشوف صار في شيء جديد أو لا عم ببعث لهم إيميلات وأتصل يعني صار يعني صار فعداء الكورس الخصوصي على مواصلات وإنترنت وإيميلات للمدرسة المدرسة الموضوع ما أنه سهل نهائيا أكيد طبعا بس أنت مشان تطلع من هاي لحالة الاكتئاب يلي كنت فيها باليونان ورجعت لها لهون بألمانيا شو عم تعمل؟ عم تغير المحيط عم تغير المحيط كيف؟ أنا أنا كحسن لما بدي غير محيط أو أفصل عن العالم طف في إنترنت ما في سوشال ميديا ليش؟ على مفصراضي هو واقع أنا بدي مو أنه أنا بس أنه لما بدي أسوي أي شيء واقعي بدي أشوف ناس واقعين ناس مثلي هيك هيك بدي أتطور من حالة من مجالي من محيطي أنا كحسن حدا بيشبهك تماما حدا بيشبهك بيحب الموسيقى بيحب أي صوير أنا بدي أشوف هيك ناس على الواقع السوشال ميديا أو التواصل الاجتماعي أو بالعالم الأفتراضي ممكن نلاقي مثلا ناس مثلي وين لقيت هاد الشي؟ هون هون منهم أخي منهم آلاء في كمان شباب معنا هون جايين جديد وفي ناس اشتغلت معنا قديمين وهم نطور من بعض حلو كتير كتير والترابط أهم شيء كونوا يدي واحدة مشان تنجزوا حلو كتير وأكيد بكورس اللغة لما تبلش رح تلاقي كتير ناس مثلك بيضا تطور من حالة وبيضا تاخد مفتاح البلد يلي هو اللغة أكيد طبعا وأنا عم بسعى على هاد الشي يعني حتى يعني لدررت انه خلص ما عدا يقست من المدرسة يعني هلا عم باخد كورسات على اليوتيوب لحاول اني اتواصل مع المدرسة بالألماني مو اللغة بالإنجليزي برافو حلو كتير حابة بتضيف شيء لا أنا خلص هاد الشي حكي انت حابة بتقوله اليوم باللغة هيك أنا هلا هيك رتاح ضغفتري يعني أوكي شكرا كتير لإلك يا حسن شكرا لكم على المقابل هيك تنفس كريشي تنفس صعداء بدي نفس والله بعد أوكي منيح كتير وشكرا انكم تابعتونا ومتابعونا باللايفات اللي جاي وإذا عندكم أسئلة لحسن أو لإلنا فيكن تتواصلوا معنا على الخاص أو تكتبو لنا التعليقات تحت التعليقات ورود عليكم شخصيا أنا ولا حلو كتير وشاركوا الفيديو بأمان الله باي 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 باي